في الملف اليمني أعلن الحوثيون استعادتهم كامل المناطق التي خسروها في معارك محافظة البيضاء وسط البلاد وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم استعادوا السيطرة على مناطق واسعة في مديريتي الصومع والزاهر ضمن ما أطلقت عليها الجماعة عملية النصر المبين الحوثيون يعلنون عن نتائج عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم عملية النصر المبين العملية وفق بيان المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع أسفرت عن استعادة جميع المناطق التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية في معارك الأسبوع الماضي بمحافظة البيضاء نفذت قواتنا المسلحة عملية النصر المبين وتمكنت بفضل الله من استعادة كامل المناطق التي كان قد احتلها العدو وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريات الزاهر والصومع بمحافظة البيضاء وعلى غرار معارك في محافظات مختلفة خلال سنوات الحرب تبرز أحادث النصر والهزيمة لدى كل الطرفين لكن المعارك رغم احتدامها لم تحسم لصالح طرف بشكل كامل فالحرب وفق مراقبين لم تعد اليوم خيارا يمكن أن يرجحك فتاح للطرفين مرارا وتكرارا كانت الأطراف تريد أن تخوض وتحسم الحسم الأسكري لكن على ما يبدأ هذا الخيار لم يعد متاحا بعد هذه الفترة الطويلة من السنوات مستقبل حاولت الأطراف اليمنية التأسيس له من خلال جولات تفاوض عدة كلها باءت بالفشل وجف حبر بنودها قبل أن تنفض جلساتها وأخفق المتفاوضون في الاستجابة لحاجة اليمنيين إلى سلام يا أم البلاد أشهر على معارك مأرب وأسابيع من القتال في البيضاء وسنوات من عمر الحرب في اليمن حرب لم تثمر نصرا ولم تحقق هزيمة بل أنتجت واقعا مأساويا عنوانه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة خليل القاهري العربي صنعا نناقش هذا المشهد العسكري في اليمن مع ضيفي يضم إلينا من إسطنبول العميد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك معنا سيد حمادة هذه المواجهة المفتوحة وعمليات الكر والفر المتواصلة بين الطرفين برأيك ما هي مآلاتها اليوم في اليمن السلام عليكم تحياتي لكم وللسادة المشاهدين للأسف الشديد بعد عشر سنوات من بدء الثورة السورية السورة اليمنية لم تنتهي هذه الحرب كما تشتهي الثوار الأوائل الذين خرجوا فانقلب الحوسيين على كل شيء وأشعلوا معركة طويلة لم تنتهي حتى الآن جبهات عديدة مفتوحة معارك طويلة سمان سنوات من عمر المعارك في اليمن جلبت الكثير من المآسي والويلات للشعب اليمني اليوم هناك جبهتين مفتوحتين بشكل كبير جبهة مأرب التي يحاول الحوثي من خلال السيطرة على بعض المناطق والتوسع فيها منذ عدة أشهر أربعة أشهر حتى الآن اليوم ومنذ أسبوع فتحت جبهة البيضاء جنوب المأرب بحدود الستين إلى سبعين كيلو متر من أجل تخفيف الضغط عن مأرب ولكن حتى الآن لم تحسم المعارك في هذه الجبهة والجبهة التي تسبقها لصالح أي من الطرفين رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها الحوسي في الهجمات المعاكسة اليوم على جبهة البيضاء ونتيجة الغارات الجوية والإسناد الجوي الكثيف من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في طرب تجمعات قوات الحوثيين وكذلك خطوط الإمداد قطع خطوط الإمداد أما المعركة الأساسية التي يجب أن تؤثر وتربك الحوثيين هي معركة صنعاء معركة فك العزلة عن تعز معركة فتح جبهات عديدة ضد الحوثي وقطع طرق الإمداد ولكن في المقابلة الواقع اليوم سيد حبادة لا الواقع اليوم هو لا هزيمة ولا انتصار لهذا الطرف أو ذات تحدثت عن التحالف العربي هل يزاله مؤثرا وعلى ضوء هذا الواقع اليوم كيف سينعكس على الوضع اليمني الإنساني المتداوري أصلا اليوم الوضع الإنساني فعلا يعيش حالة مأساوية جدا في ظل معارك عشر سنوات الحوثيين يشعلون المعارك ويصادرون كل شيء لصالح المعركة وهذه الحرب التي تطحن بين رحاها الشعب اليمني هو الضحية الأساسية اليوم المفروض من هذه المناطق اليوم اليمن مقسم للأسف الشديد ووفق الواقع الميداني إلى أربع مناطق منطقة تسيطر عليها قوات الشرعية التي يرأسها الرئيس هادي اثنين منطقة يرأسها أو تسيطر عليها قوات الانقلابيين الحوثيين ومنطقة ثالثة هي منطقة التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي كذلك هناك قوات المشتركة التي يقودها طارق ابن شقيق الرئيس عبدالله صالح وهناك الجماعات المتشددة من القاعدة وغيرها موجودة في اليمن لذلك يجب أن تكون لتغيير في استراتيجية المعركة من قبل الشرعية اليمنية من أجل الاستفادة من هذه الانقسامات نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري أحمد حمد كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك